أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده انتقلت إلى مرحلة المقاومة الاستراتيجية في الوقت الذي شدد فيه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده سترد وبشكل فوري على أي هجوم إسرائيلي جديد وكان وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج جعلن أمس أن الجيش السوري جاهز لرضع كل أشكال العدوان في تصريحات منقولة عن الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير قال أن سوريا تريد انتقاما استراتيجيا وليس تكتيكيا عبر فتح باب المقاومة وتحويل سوريا كلها إلى بلد مقاوم ونقل عن الأسد قوله أن سوريا كانت قادرة ومستعدة لإطلاق بضعة صواريخ على تل أبيب ردا على إغارتها على دمشق موضحا أن بلاده لا تريد انتقاما تكتيكيا بل استراتيجيا عبر فتح باب المقاومة وعبر الأسد عن ثقته العالية وشكره لحزب الله على عقلينيته ووفائه وثباته وأضف أنه من هذا المنطلق قررت سوريا أن تنتقل إلى مرحلة الدولة المقاومة مثل حزب الله وبحسب مسؤول سوري فأن موقف دمشق من الدول المعنية بالأزمة السورية اعتبر فيه أنه لا يمكن الوثوق بتركيا أما العراق فقال المسؤول السوري أنه لا مشكلة معه متهما أطرافا إقليمية بإثارة الفتنة في الساحة العراقية أما بالنسبة للعلاقة مع موسكو فتعتبر دمشق أنه عكس ما يتصورها البعض فهي مرتبطة بما يحدث بسوريا وكلما ثبتت سياسيا وميدانيا انتزعوا توافقات من الأطراف الدولية وبخصوص مصر فقد أكد مسؤولين السوريون ترحيبهم بعودة القاهرة لإداء دورها الإقليمي طارحين استعداد دمشق لفتح القنوات مع القاهرة بما يؤمن استعادة العلاقة الطبيعية معها من جهة أخرى رحبت دمشق بالتقارب الروسي الأمريكي خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع اتفق خلاله البلدان على ترتيب مؤتمر بشأن انهاء النزاع في سوريا واعتبر بيان للخارجية السورية أن هذا يأتي انطلاقا من قناعتها بثبات الموقف الروسي المستند إلى الميثاق الأممي والقانون الدولي ولا سيما مبدأي عدم التدخل في شؤون الداخلية وعدم التهديد بالقوة ميدانيا وفي ظل تسارع تقدم الجيش السوري في قراء ريف القصير استعادت قواته مدينة خربة غزالة الاستراتيجية في درعة بينما أفادت تقارير معارضة أنباء عن إصابة قائد جبهة النصرى أبو محمد الجولاني وعدد من عناصرها بجروح خلال القصف الذي نفذه الجيش السوري على مناطق في ريف دمشق الجنوبي واستعاد الجيش السوري السيطر على المدينة الاستراتيجية من مقاتلية المعارضة بعد معارك استمرت شهرين ويتيح هذا التقدم للقوات السورية استعادة السيطر على الطريق الدولي جنوب سوريا ويأتي سقوط خربة غزالة بعد فشل وصول دعم عسكري من الحدود الأردنية ما أدى إلى انسحاب مئات المسلحين من المدينة وفي ريف القصير نجح الجيش السوري في السيطر على قرية الشومرية ومزرعة الكردي ما سهل مهمته في فك الحصار عن قريتي الغسانية والحيدارية أما في ريف حمص فذكرت مصادر عسكرية سورية أن وحدة من الجيش استطاعت استهداف مسلحين فارين من القصير ترجمة نانسي قنقر